البيعة ليست هي التصويت إصرار من لون عجيب دون كل الشعوب الدنيا على إدخال الدين في كل مدخل كبر شأنه أو صغر إصرار أصبح نوعا من المرض العضال وضمن هذا الإصرار يأتي إلحاح الذين يلعبون السياسة بالإسلام وكيف أمكنهم العثور في الإسلام على كل ما وصلت إليه المبادئ والقيم والحقوق الإنسانية في زمن الحداثة وما بعدها وكل ما يتعلق بنظام الحكم المتفوق والذي أدى لتفوق بلاده حيثما تم تطبيقه مما دفعهم بدلا من الأخذ به وتطبيقه إلى البحث في ركامنا التاريخي عن كل مكونات العمل السياسي الديمقراطي كما هو في أقصى نتوجه اليوم وأول سؤال بديهي يطرح نفسه إذا أسادتنا هؤلاء هو إذا كنا نملك كل تلك الأدوات الحاكمة بين الشعب والدولة بما يؤدي إلى إرادة شعبية هي الحاكم الحقيقي عبر انتخابات حرة إذا كنا نعرف حقوق الإنسان فعلا إذا كنا نعرف ما هي الحرية فلماذا نحن هنا في القاع ولماذا هم هناك يجوبون الفضاء والمصيبة الأفدح أن تكون كل تلك القيم الدافعة للتحضر موجودة في ديننا ولا نعرفها ولا نكتشفها إلا بعد أن نراها محققة في بلاد الغرب وهو ما يعني أحد أمرين إما كذب وبطلان هذا الادعاء كله برمته وأن الإسلام لم يعرف مفاهيم الحريات والمساواة وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية التي نعرفها اليوم وهو البوقف العلمي الذي لا بد منه لأن تلك مفاهيم بنت زماننا لم تكن تعرفها البشرية زمن الدعوة الإسلامية وإن عرفتها مناطق أخرى كاليونان والروما لأن الإمة الأخرى ستعني أن أولي الأمر منا ومشايخنا وفقاءنا التاريخيين والصحابة والراشدين كانوا يعرفون كل تلك القيم المؤدية للعدل والتفوق والتحضر في ديننا ولم يعملوا بها ولم يحاولوا تحقيقها وتركوا المسلمين وغيرهم معهم تحت الظلم والقهر بطول عصور الخلافة السوداء وهي جريمة تاريخية كبرى ثم ظهروا يحدثوننا اليوم عن هذا الذي كان بيدهم وكانوا يخفونه عنا إنهم لا زالوا يريدوننا عبيدا لسدنتهم بسرقة حلمنا في وطن ديمقراطي دستوري حقوقي محترم نموذجا لهؤلاء الفلاسفة الجدد الدكتور محمد زيدهن وهو من يكتب للنخبة الراقية من الإسلاميين لذلك هو يشغل منصب رئيس القسم الشرعي بشبكة إسلام أونلاين وهي أهم شبكة إسلامية حتى الآن وتحظى بنسبة زوار هائلة وقد كتب الدكتور زيدهن على شبكته عملا بعنوان البيعة شرعية الشورى وتمكين الأمة وهو عمل مثالي ونموذجي لما نحن بصدده كخطاب إسلامي جديد قرر التفاعل السياسي بعد حراك العالم في سبتمبر 2001 ميلادية ليثبت أن حداثتنا موجود لدينا وهي ذات الديمقراطية الغربية لكن بمسميات وآليات إسلامية وهي تناسبنا بعكس تلك الغربية لأنها غريبة عننا ومن هنا تأتي أهمية موضوع الدكتور زيدان الذي يمكن اتخاذه لمناقشة مسألة البيعة كأداة ديمقراطية إسلامية في ممارسة الشعب للسلطة ومدى صدق هذا الطرح من عدمه كشهادة لفلاسفة الإسلام السياسي الجديد وعليه يمكن هنا إنشاء موضوع يبحث البيعة حسب ما تراها أحدث الأدبيات الباحثة في تيار الإسلام السياسي المعاصر البيعة كشرعية للنظام يدخل الدكتور زيدان إلى موضوعه بفقرة قوية تبدو محكمة الترتيب والغرض يقول البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تمارسه الأمة إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تفضي الشرعية على نظام الحكم بل وتسبق إنشاء الدولة في الخبرة الإسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مثاق تأسيس المجتمع السياسي الإسلامي وأداة إعلانه للالتزام بالمنهج والشريعة والشورى وهي صيغة تمكين الأمة لا إخطاعها قبل الدولة وبعدها والبيعة في الخبرة النبوية هي عقد اجتماعي تأسست عليه الأمة ثم الدولة فالعقد الذي حدث مرتين عند العقبة كان عقدا حقيقيا تاريخيا تم فيه الاتفاق بين إرادات إنسانية حرة وأفكار واعية ناضجة من أجل تحقيق رسالة سامية في حين أن فكرة العقد الاجتماعي عند روسو مثلا في الفكر الغربي الحديث كانت تبريرا غيبيا لا نصيب له من الواقع لجأ أصحابها إليها لمحاربة سلطة الحاكم الفرد عبر أسطورة لم يشهد تاريخهم تحققها كما حدث في التاريخ الإسلامي انتهى ألا ترون هذا الكلام الكبير العظيم الفخيم ألا تروننا قد سبقنا عقد روسو الاجتماعي في بيعتين العقبة بينما نحن في قاع الأمم تراتبا بل إن عقد روسو كان مجرد تهويم غيبي مقابل عقدنا الواقعي الحقيقي أي البيعة الذي تشهد عليه أحداث تاريخية وقعت مرتين عند العقبة مثلي لا يقتنع بسهولة بطرح الكلام الجميل المرتب المنمك لأن ذلك لو كان حقا لكنا نحن القاطرة التي أخذت العالم نحو الحداثة منذ 1426 عاما ولكنا الأكثر رقيا وتقدما نحن ودول العالم الأخرى مما هي عليه الدنيا الآن هنا لا بد أن نشك في الكتالوج المقدم إلينا من الدكتور زيدان فالكتالوج يقول شيئا وواقعنا يقول شيئا آخر ومن ثم وجب البحث وراء ما طرح الدكتور ومدى صدقه من كذبه أو تدليسه هنا وحتى نفهم ما قال سيادته سنقوم بتحليل وتفصيص ما قال واحدة واحدة في خطابه السياسي الإسلامي الجديد ولنبدأ بالواحدة الأولى يقول سيادته إن البيعة من أبرز جوانب الفعل السياسي الذي تبارسه الأمة إذ إنها في الرؤية الإسلامية هي التي تضف الشرعية على نظام الحكم انتهى وهكذا يكون أول الآية كفرا واستئصالا وتكفيرا وتحريضا بصيغة الجزم والتأكيد فهو يصدر حكما على كل الحكومات الإسلامية القائمة بالكفر ويسحب عنها الشرعية فكلها قامت على نظام الدولة الحديثة ولم يكن فيها كلها بيعة عدا بضع منها ألا ترونه يسوقها مشروط بقطع تأكيدي إذ إنها مما يعني أن كل حكومات المسلمين المعاصرة غير مشروعة إذ إنها أي البيعة في الرؤية الإسلامية هي التي تضف الشرعية على نظام الحكم الغريب في شأن سادتنا هؤلاء من مفكرية طيار الإسلامي أنهم يبنون أبنية محكمة قوية البناء لكن كلها على مستوى المخيل وحدها وليس أبعد من ذلك المشكلة أن هذا الكلام المتخيل يتم ترديده باستمرار حتى بات كما لو كان حقيقة وأن علينا التصديق ثم السمع والطاعة لكن هل القواعد الدينية المفترض فيها السمو والبناء والتقدم يمكن أن تصبح مهمتها إثارة الفتن وتدمير الأوطان بالحركات الدينية المسلحة أو حتى الثورات الشعبية المتدينة والأهم هو السؤال ما هو مصدر هذه القاعدة التي تبدو صحيحة واضحة دينياً بئة بالمئة في أي مكان هي موجودة بدين المسلمين إن عبارة حريضية من هذا النوع إنما تحرض الشعوب بالدين للفتن لأن حكوماتها لم تقم على نظام البيعة رغم أنه إذا كان لابد من الثورة فهناك أسباب ومبررات أخرى كثيرة لا تدمر لكنها تبني نحن بحاجة لمعرفة مدى صدق هذه العبارة التي بنى عليها موضوعه كله عن البيعة وبحاجة إلى النصوص الصريحة التي يمكن أن تنبطق عنها مثل هذه القاعدة الدينية الدستورية إن التحريض على التمرض الديني غير المعارضة البناءة إن تحريض البسطاء وهم وقود كل الحركات الدينية عبر التاريخ يحولهم عن الولاء لوطنهم إلى خيانة الولاء الوطني لصالح ما يقال لهم إنه شرع السماء مما يعطي الضوء الأخضر لعمليات الإرهاب المسلح بحجج شرعية قالها الدكتور زيدان المفترض أنه في طالعة الحداثيين الإسلاميين ليعطي الدافع لمزيد من ضمار اقتصاد بلاد المسلمين وموت الأبرياء وتفجير السياح ودور العبادة ووسائل المواصلات وأنابيب البترول فيضرب منتج الدكتور زيدان في كل مكان دون هدف واضح سوى التخريب والتدمير لأن الدكتور زيدان لم يضع بديلا حقيقيا واضحا يمكن تطبيقه اليوم للنظام الذي تقوم عليه الدولة الإسلامية وسمر معا كيف أن وفاضه أخلى من عباراته الكبيرة الأهم في كل هذا أنهم يشيعون بين المسلمين اتفاقا على عدم شرعية الحكومات القائمة حتى يكونهم البديل الشرعي لأنهم هم من يفهم الإسلام وشروطه وحتى يتم اتفاق الأمة على اختيارهم بديلا فليس أمام المسلمين سوى الإرهاب والتخريب حتى تسقط هذه الأنظمة غير الشرعية بيد الجماعات الإرهابية الشرعية المثير هو أن زيدان يعلن يقينه هذا على المسلمين وهو يعلم أن الحال لم يكن كذلك في تاريخنا الميمون لنقرأ معا فصل في وجوب الإمامة وبيان طرقها من كتاب الإمامة وقتال البغاة في المجد الثالث من رودة الطالبين إذ يقول فصل وأما الطريق الثالث لتنصيب الإمام فإذا مات الإمام فتصدى للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيع وقهر الناس بشوكته وجنوده إن عقدت خلافته لينتظم شمل المسلمين فإن لم يكن جامعا للشرائط بأن كان فاصقا أو جاهلا فوجهان أصحهما إن عقادها لما ذكرنا وإن كان عاصيا بفعله انتهى وبعد تولي المتغلب توضع له الأحاديث في الصحة عن حديف بن اليمان اسمع لحاكمك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك انتهى وكذلك عن الحسن البصري لا تعصوا أولي الأمر منكم فإن عدلوا فلهم الأجرى وعليكم الشكر وإن بغوا فعليهم الوزرى وعليكم الصبر فهو امتحان من الله يبتلي به من يشاء من عباده فعليكم أن تتقبلوا امتحان الله بالصبر والآنات لا بالطورة والغيظ انتهى وعن أحمد بن حنبل عن رواية عبدوس العطار من غلب على المسلمين بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما بارا كان أنفاجرا انتهى ويقول ابن عبد ربه في العقد الفريد كتاب اللؤلأ في السلطان السلطان زمام الأمور ونظام الحقوق وقوام الحدود والقطب الذي عليه مضار الدنيا وهو حمى الله في بلاده وظله الممدود على عباده به يمتنع حريمهم وينتصر مظلومهم وينقمع ظالمهم ويأمن خائفهم قال الحكماء إمام عادل خير من مطر وابل وإمام غشوم خير من فتنة تدوم ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن انتهى قال وهب بن منبه فيما أنزل على نبيه داود صلى الله عليه وسلم إني أنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن كان لي على طاعة جعلت الملوك عليهم نعمة ومن كان لي على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة انتهى وعن عبد الله بن عمر إذا كان الإمام عادلا فله الأزر وعليك الشكر وإن كان جائرا فعليه الوزر وعليك الصبر انتهى ليوجز حذيف بن اليمان نظرية الإسلام السياسي في الحكم فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما مشى قوم قط إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذى لهم الله انتهى إنها بيعة المتغلب التي يتميز بتشريعها فقون الإسلامي عن غيره لتسليمه بالأمر منعا للفتنة وانشقاق الأمة فما بال سيدان يحرد على الفتنة وانشقاق الأمة خاصة وهو يعلم أن بيعة المتغلب كانت هي المتغلبة على تاريخ الخلافة الإسلامية بطولها وعرضها فما باله لا يعترف بحكومات إسلامية ولو متغلب منعا للفتن أم تكون الفتن هنا مطلوبة في حالة وجود البديل الذي يزعم أنه الإسلامي الشرعي في حالة وجود زيدان ورفاقه دون فلسفة حكم متكاملة واضحة بأيديهم وإذا كانت البيعة هي التي تعطي الشرعية للحاكم فماذا عن تأخر علي بن أبي طالب والهاشميين ومعظم جزيرة العرب عن بيعة أبي بكر ومع ذلك فإن الطيار السني يعتبر بيعة أبي بكر شرعية 100% وماذا عن امتناع الوالي معاوية عن مبايعة الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وما هي الإجراءات الدستورية التي كان يلزم اتباعها وإجراءها في ذلك الوقت لضمان عدم امتناع معاوية وهل كان للبيعة مؤسسات تضمن تنفيذها وهل تمكن الخليفة الشرعي علي بن أبي طالب الذي حكم بالبيعة من فرض سلطانه على الشام وعزل المتمرد معاوية إن البيعة لم تحافظ على نظام حكمها الشرعي مع علي وأخذ غير الشرعي أي معاوية منصبه بل واجتاز الخلافة كلها دفعة واحدة ثم أخذ البيعة له والإبنه يزيد تحت تهديد الصحابة بالقتل ما قمة البيعة هنا؟ وهل أفادت البيعة عثمان بما أضافته من شرعية على نظام حكمه؟ وهل ساعدته على إخداع المتمردين من عرب مصر والصحابة وصانت حياته؟ وماذا وضع نظام البيعة من إجراءات لمثل هؤلاء؟ وكيف كان يمكن التصدي لهم شرعيا؟ وما هي الترتيبات والتنظيمات والإجراءات والمؤسسات التي يقترحها الدكتور زيدان لمواجهة مثل تلك المشاكل مستقبلا؟ وما هو حكمه على تلك الأحداث من منطق فكره السياسي الإسلامي المعاصر؟ أم إن الشخصيات التي عاصرت الفتنة الكبرى مقدسة ولا يجوز توجيه النقد إليها بما يفيدنا في تطوير نظم الحكم والمراقبة الشرعية وفق نظام البيعة اللطيف في شأن سادتنا المفكرين الإسلاميين أنهم لا يلحظون ما هو شديد الوضوح وهو أن البيعة لم تكن يوما سببا لشرعية أحد وقد عبر الخليفة عثمان عن ذلك بوضوح عندما طالبه الثوار بالاعتزال فهو لم يعتد ببيعتهم ولا بسحبهم هذه البيعة لأنها لم تكن لا في العير ولا في النفير فقد كان رده التاريخي والله لا أخلع قميصا سربلنيه الله انتهى كانت هي إذن إرادة الله وليست إرادة الناس وبيعتهم كان عثمان يعتقد أن تلك بيعة من الله وليست بيعة من الناس وماذا تكون بيعة الناس بشوار بيعة الله ويبقى النظام الإسلامي غير قابل للتطوير والتحديث بسبب هذه القدسية التي لحقت زمن الصحابة وبيعاتهم على زيدان أن يختار وهو لا يستطيع حتى أن يختار ثم يقدم لنا درسا في العقد الاجتماعي الإسلامي بنظام البيعة الذي لم يتمكن من حماية نفسه يوما ترجمة نانسي قنقر